السلام عليكم ورحمة الله بسم الله نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم طبعا إحنا إذا تذكرون بأنه آخر محاضرة كانت تعدنا بهذا الفصل أخذنا معادلة الاستمرارية في الموائع وآخر شيء وصلنا للمثال بالنسبة لهذا الموضوع فحتى قبل لا أكمل المثال خلينا سوف نفد مراجعة لهذا الموضوع الأخير اللي أخذنا الموضوع هو كان يتحدث عن معادلة الاستمرارية في الموائع هنا نقول عند استعمالنا لخراطيم الماء في الرش وإطفاء الحرائق وغسل السيارات فإننا نلاحظ أنه كلما ضاق مجرى خروج الماء نحصل على سرعة تدفق كبيرة وهذه الملاحظة إذا تذكرون أخذناها بالسابق وقلنا بأنه مثلا لو أنا عندي فد الصندة وأرش بيها الماء فألاحظ بأنه الماء اللي يطلع من الصندة رح يوصل إلى فد بعد معين بينما أنا لو حطيت الصبع على فتحة الخروج ماء للماء وسدلت فد منطقة من عدهة بحيث أنه أصغر المساحة فرح ألاحظ بأنه الماء رح يوصل إلى مسافات أبعد هذا معنى بأنه كلما ضاق مجرى خروج الماء نحصل على سرعة تدفق كبيرة هذا يعني أن سرعة جريان الماء تزداد كلما ضاقت فوهة خروجه والعكس صحيح طبعا إذا كانت فوهة خروجه الماء أكبر رح تكون السرعة أقل لأنه العلاقة عكسية بين الأثنين في حالة الجريان الإنسيابي تتحقق معادلة الاستمرارية التي تنص على هذا هنا الموضوع اللي راح يفيدنا في حالة الجريان الإنسيابي أي معادلة الاستمرارية بالنسبة للجريان الإنسيابي المعادلة الشي تقول تقول إنه A1 من V1 A1 يعني مضروبة في V1 يساوي A2 مضروبة في V2 A1 يقصد بها مساحة وV نعرف أنه هي سرعة هنا A2 همينا مساحة وهنا V2 سرعة بالكتاب قال لكم بأنه A1 تمثل مساحة المقطع الكبير وV1 تساوي سرعة الجريان بالنسبة للمقطع الكبير A2 تمثل مساحة المقطع الصغير وV2 تساوي سرعة الجريان في المقطع الصغير هنا أنتم مخيرين يا إما تاخذوها A1 وV1 كلها فيما يخص المقطع الكبير وA2 وV2 كلها تخص المقطع الصغير أو حتى إذا سويتوهم بالعكس رح يطلعتكم الناتج صح بشرط أنه ناخذ المساحة ويسرعتها وهنا المساحة الثانية مع سرعتها الثانية لأنه هنا ما دام عندي أني علامة مساواة فإنه يحق لي أبدل بالأماكن إحنا هسا عدنا مثال رح ناخذه إن شاء الله رح تلاحظون بأنه إحنا رح نمشي مثل ما الكتاب مكتوب بأنه ياخذ A1 هي مساحة مقطع كبير وV1 مساحة سرعة الجريان بالنسبة للمقطع الكبير وA2 هي مساحة المقطع الصغير وV2 هي سرعة الجريان في المقطع الصغير هنا نعدنا هذه الملاحظة رح يرجع يعيدنا ياهل اللي ذكرناها بالبداية يقول هذه العلاقة الصحيحة على طول الأنبوبة الأفقية وهي تشير إلى أن سرعة الإنسياب في أي نقطة تتناسب عكسياً مع مساحة المقطع في تلك النقطة هذا الملخص أي أن السرعة تزداد كلما ضاق أنبوب الجريان ملخص لكلامنا السرعة تزداد كلما ضاقت أنبوبة الجريان هذا المثال اللي وصلناه لحنا آخر شيء المثال يقول يجري الماء في أنبوبة أفقية ذات مقطعين نصف قطر المقطع الكبير هو 2.5 سنتيمتر بسرعة 2 متر على ثاني إلى مقطعه الصغير الذي نصف قطره 1.5 سنتيمتر ما مقدار سرعة جريان الماء في الأنبوبة الضيقة قبل لا ندخل بتفاصيل هذا السؤال ونحله خلينا نفسر شوي أنه هذا السؤال المعطيات اللي موجودة به شنو أول شيء يجري الماء في أنبوبة أفقية ذات مقطعين نصف قطر المقطع الكبير هذه أول معلومة نصف قطر المقطع الكبير احنا قلنا إما ناخذها A1 أو نعوضها بA2 احنا مخيرين بس بما أنه قلنا راح نشم في الكتاب فالمقطع الكبير راح يمثل لي رقم واحد اللي هو 1 زين بس هنا إش منطيني؟ قايل لي نصف قطر المقطع الكبير احنا نعرف بأنه نصف القطر الرمز مالتا R زين هنا الرقم منطينيها 2.5 سنتيمتر خلي نكمل يقول بسرعة منطينيها 2 متر على ثانية فإذن هنا عندي V1 هذا هنا V1 يمثل لي سرعة جريان الماء في المقطع الكبير 2 متر على ثانية إلى مقطعه الصغير هنا عندي مقطع صغير نصف قطرة فإذن هنا عندي R2 طبعا هذا هنا أنا وان كان R2 منطينيها 1.5 سنتيمتر ما مقدار سرعة جريان الماء في الأنبوبة الضيقة ما مقدار سرعة جريان الماء في الأنبوبة الضيقة يعني شي يريد من عندي؟ يريد من عندي V2 بالأنبوبة الضيقة عندي V1 يريد من عندي V2 زي؟ أول شي إحنا قلنا نشوف الوحدات مالتنا الوحدات هنا أنا منطيني سنتيمتر هذا هنا أنا منطينيها السنتيمتر وهنا أنا السنتيمتر بس هذا هنا أنا عندي بالمتر هنا أنتم مخيرين يأما تحولون السنتيمتر ذنين ثينات يتحولوهن إلى المتر يأما بس هذا المتر نحوله إلى السنتيمتر وطبعا إذا حولت هذا المتر إلى السنتيمتر راح يكون أسهل نطلع الناتج بوحدات السنتيمتر وبعدين نحولها عود بالأخير الطريقة اللي نستخدمها بالكتاب هي نفس الشيء إنه راح يحول بس المتر يحوله إلى سنتيمتر راح نحوله بعدين لما نوصله بتسلسل الخطوات ملاحظة ثانية أنه إحنا القانون الرئيسي مالتنا قلنا بأن القانون هو A1 V1 يساوي A2 V2 زي لو أجي أشوف المعطيات اللي موجودة بالسؤال ما منطيني A1 ولا منطيني A2 منطيني فقط نصف القطر هنا لازم أستنتج بأنه أشوف هذه الأنبوبة اللي موجودة هنا بما أنه المقطع الصغير هو دائري والمقطع الكبير أيضا دائري فإذا أستخدم مساحة الدائرة زي مساحة الدائرة شي تساوي لي مساحة الدائرة تساوي pi r تربيع فبالتالي راح أجي أعوض بمكان كل A أعوض عنها pi r تربيع هذا A1 و A2 أعوض عنها pi r2 تربيع خلينا نجي نطلع أول واحدة المساحة الأولى المساحة قلنا pi r1 تربيع pi هو النسبة الثابتة هي قيمة لازم إحنا حضيها اللي هي 22 على 7 أو 3 فارزة 14 طبعا أنتوا هذي مخيرين بيها اما تختارون 22 على 7 أو 3 فاصل 14 هنا ترح يطيني نفس الناتج في r1 تربيع اللي هو قلنا نصف قطر المقطع الكبير فاش راح يصير عندي راح يصير 22 على 7 في نصف قطر المقطع الكبير هو 2 ونصف تربيع هذا التربيع من يجاني يجاني من نص القانون الرئيسي لأن هي pi r تربيع فإذا الر أعوضها كرقم وبعدين أحط لها التربيع اللي هنا نعوفها ما راح أطلع ناتج بعدين راح تفهمون ليش إنه هنا ما طلعت الناتج زين أي ثنين المساحة الثانية أيضا راح تساوي pi r2 تربيع اللي هي 22 على 7 مضروبة في r2 تربيع زين 22 على 7 نزلناها في r2 تربيع هي واحد ونصف مثل ما قال لي بالسؤال إذا مقطعه الصغير الذي نصف قطرة واحد ونصف سنتيمتر فإذا راح يكون عندي 22 على 7 في واحد ونصف تربيع وهنا همينا هذا التربيع هو إجاني من القانون الرئيسي اللي موجود بالمساحة وراح أعوف الرقم مثل ما هو ما راح أطلع ناتج زين هس أنا طلعت عندي A1 طلعت عندي A2 هس أقدر أطبق المعادلة الرئيسية مالتنا اللي هي A1 V1 يساوي A2 V2 إحنا من قرأنا السؤال قلنا بأنه رايد ما مقدار سرعة جريان الماء في الأنبوبة الضيقة يعني يريد من عندي V2 لأنه قاعد بالأنبوبة الضيقة الصغيرة V2 زين إلا تذكرون سابقا قلنا بأنه أي رقم أو أي متغير يضرب بالمجهول راح ينزل مقام فهذا معنى بأنه V2 شوفوا هسا هنا يرجع V2 يساوي من المضروبة مع V2 فقط A2 فإذن A2 فقط هي اللي تنزل بالمقام أما ضقية الأرقام كلها راح تكون بالبسط اللي هي A1 في V1 ولا تخربطكم هاي الصيغة اللي مكتوبة بها القانون يعني هذه الصيغة هي نفسها هاي اللي هي V2 يساوي المقام قلنا هي بس A2 مضروبة بها حتى تنزل بالمقام وفوق راح يكون عندي V1 في A1 إذا كتبناها بهذا الصيغة أو بالصيغة اللي مكتوبة هنا عندنا بالكتاب اثنين صحيحة زين هسا أجي أعوض بالأرقام V2 أنا أريد أحسبها شوفوا V1 هنا بالسؤال إش قالي بسرعة 2 متر على ثانية إحنا قلنا إنه لازم أحول المتر إلى سانتيمتر حتى تتوحد عندي الوحدات ما يصر أنا أحسب يعني إما كل هنا تكون سانتيمتر إما كل هنا تكون بالمتر فإحنا قلنا بس هذا نحوله أسهل ف2 متر حتى أحولها إلى سانتيمتر أضربها في مية فصار عندي 2 في مية في هنا أي 1 تربيع نفس ما طلعناه قبل شوية كلها نفسها راح أنزلها 22 على 7 في 2.5 تربيع على أي 2 نفسها هزها من اللي حسبناها نفسها راح أنزلها بدون أي تغيير اللي هي 22 على 7 في 1.5 تربيع زين بما أنه هنا أنا عندي 22 على 7 وهنا عندي 22 على 7 ثنينات راح أختصرهم بش بقى عندي بقى 2 في 100 وهنا أنا عندي 2.5 خلينا نحسب أن هذا أني V2 يساوي 2 في 100 200 في 2.5 تربية يعني هذه راح تكون 2.5 في 2.5 إذن إحنا دائما لما نضرب الأرقام بها فارزة عشرية نشيل الفارز ونضرب ضرب اعتياد يعني راح تكون 25 في 25 5 في 5 25 5 في 2 10 و 2 12 زائد ونزل صفر 2 في 5 10 2 في 2 هي 4 1 5 وبالتالي الناتج راح يكون عندي هنا 5 2 6 زي طلعت الناتج ما بقى عندي بقى هنا هو كانت 2.5 يعني 2.5 وهنا 2.5 كم مرتبة عندي بعد الفارزة هنا عندي مرتبة وهنا أيضا عندي مرتبة فإذا صارت مرتبتين يعني هنا أحسب مرتبتين وأخلي الفارزة صار عندي 6 25 هذا بالنسبة لي 2.5 تربية أس أجي على التربيع الثاني خلي نمسح هذا نجي على الرقم اللي بعد اللي هو 1.5 تربية ونفس العملية أنا عندي 1.5 في 1.5 شون أطلع الناتج مالتهم قلنا نضربهم بدون الفارزة فيكون 15 في 11 5 في 5 25 وعشرين 5 في 1 5 و 2 7 زائد نزل 0 1 في 5 5 وال 1 في 1 و 1 زين هنا نزلنا 5 زائد 0 راح تكون 5 7 زائد 5 12 1 زائد 1 راح يكون 2 زين هنا أنا كم مرتبة كانت عندي بعد الفارزة هنا عندي مرتبة وهنا عندي مرتبة فجل صار مجموعة صار مرتبتين إذن أحسب مرتبتين وأخلي الفارزة الناتج سيكون 22 0 25 20 حتى أطلع بعد الناتج النهائي لهذه العملية هنا أنتم مخيرين يأما تضربون 6 25 في ميتين بعدين تقولون بأنه الصفر هذا إن شاء و عفونا الصفرين إن شاء مع الفارزة ونضرب 625 في 2 وبعدين نقسمها على الرقم الجو أو تقدرون تقولون بأنه هاي الفارزة هاي الفارزة وراح يبقى عدكم 200 في 625 تقسيم 225 طبعا بالامتحان ما راح أجيب لكم هاي أرقام معقدة بس أهم شي إنه نفهم الخطوات شون تكون لأنه إحنا الطريقة هي نفسها بس نغير بالأرقام نحاول إنه شوية نبسيط بعد هذه العملية هذا هنا الضرب والقسم اللي راح تكون عندي راح يطلع تقريبا 555 طبعا هو مو بالضبط 555 بس تقريبا 555 سنتيمتر على على ثانية خلينا مسح هذا هذا آخر شي الناتج النهائي راح يكون عندنا 555 سنتيمتر على ثانية زين حتى أحول السنتيمتر إلى متر أقسمها على 100 فأقول يعني هيت راح تصير عندي 555 على 100 بالتالي راح تأخذ مرتبتين بعد الفارزة فرح يطلع عندي 555 متر على ثانية هذا في حال إنه استخدمته هذه الطريقة وقلت بأنه المتر اللي كانت السرعة الأولية اللي موجودة بالسؤال حولناها إلى متر شوفوا هنا إذا تذكروا بالبداية بأنه هذا السرعة راح أحولها إلى سنتيمتر أما إذا من البداية حولت هذا إلى متر وهذا إلى متر فآخر شي راح يطلع لكم المفروض الناتج تقريبا يطلع 5.55 ما راح تحتاجون الخطوة الأخيرة ما للتحويل زي الهنانة خلص هذا المثال نرجع نسوي مراجعة سريعة المثال يقول يجري الماء في أمبوبة أفقية ذات مقطعين نصف قطر الأول أو نصف قطر المقطع الكبير من طنيا 2.5 سنتيمتر بسرعة 2 متر على ثاني إلى مقطعه الصغير الذي نصف قطر 1.5 سنتيمتر ما مقدار سرعة جريان الماء في الأنبوبة الضيقة يعني يريد V في الأنبوبة الضيقة يعني V2 قلنا بالبداية احنا هذا القانون الرئيس المالتنا اللي هو A1 V1 يساوي A2 V2 زين المساحة ما منطين إياها لا A1 ولا A2 بشون أطلح من الرسم اللي موجود عندي بالرسم قايل اللي بأنه الفتحة الصغيرة أو المقطع الصغير هو شكل دائري والمقطع الكبير هو شكل دائري أيضا فإذا أقدر أستخدم مساحة الدائرة اللي هي PIR تربيع خلي أكمل ورجع على صفحة 42 فهنا أنا راح أقول بأنه أستخدم A تساوي PIR1 تربيع و A2 تساوي PIR2 تربيع PIR2 قلنا هي النسبة الثابتة المفروض حظيها اللي هي 22 على 7 في R1 تربيع اللي منطين إياها بالسؤال يتمثل نصف قطر المقطع الكبير فيصير 22 على 7 في 2 ونصف تربيع أي اثنين يساوي نفس العملية 22 على 7 في R2 تربيع اللي هي نقصد بها المقطع الصغير فيكون 22 على 7 في 1 ونصف تربيع زين القانون الرئيسي وقلنا هذا هنا ما طلعت الناتج ماته لأنه بالأخير راح يكون عندي اختصار أختصر يكون أفضل وطبعا إذا طلعت الناتج هنا هو ما بها مشكلة بس أنه الأرقام راح تكون عليكم شوي أصعب لأنه راح يكون الرقم أكبر فاحنا نعوف بالأخير حتى نختصر هل نخلص معه القانون الرئيسي هو A1 V1 يساوي A2 V2 أنا أريد أحسب V2 فأي شي يضرب بالمجهول ينزل مقام زين V2 يساوي هسا المضروب وي المجهول منه A2 فA2 هذا نزل عندي اللي هي المساحة الثانية مساحة الصغيرة تنزل جوه والبقية راح تكون فوق بالبسط اللي هي V1 في A1 أجي أنزل هسا الأرقام مالتنا V2 يساوي هنا بما أنه راح نزل V1 فV1 موجودة بالسؤال 2 متر على ثاني قلنا هذا المتر راح نزلها مثل ما هي 22 على 7 في 2.5 تربيع على A2 اللي هي مساحة المقطع الصغير اللي هي 22 على 7 في 1.5 تربيع 22 على 7 اختصرنا هو 22 على 7 هذه كلها راح عرفنا شون نطلع 2.5 تربيع وعرفنا شون نحسب ال 1.5 تربيع هذا الناتج مالتن البست أقدر أضرب البست مع البست وقسم على المقام أو أشيل الفوارز مالتن هاي بعد أنتم مخيرين أكو أكثر من طريقة للحل كلها راح تنطيني نفس الناتج يطلع تقريبا وما راح يطلع لكم 55 يطلع ب55 فوارز أرقام فإحنا تقريبا أخذنا 555 سنتيمتر على ثاني هذا اللي طلعناها السرعة طلعناها بالسنتيمتر حتى أحولها إلى متر أقسمها على مية 555 تقسيم 100 راح يطلع عندي 555 متر على ثانية أتمنى أنه يكون هذا المثال واضح بالنسبة لسؤال الثاني قالت بأنه صفحة 42 نأخذ منها القانون مو بس القانون هنا نقلنا بأنه عندي ملاحظة همين مهمة موجودة هي بالأخير نفسها موجودة ببداية الصفحة أو بنهاية الصفحة اللي هي هذه هنا تشير إلى أن سرعة الإنسياب في أي نقطة تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع في تلك النقطة أي أن السرعة تزداد كلما ضاقت أنبوبة الجريان هذه جدا مهمة أنه السرعة تزداد كلما ضاقت أنبوبة الجريان والعكس صحيح إذا كانت أكبر راح يضغل السرعة لأنه العلاقة عكسية بين الأثنين هذه الملاحظة بالإضافة إلى القانون الرئيسي اللي هس حلينا بالمسألة اللي هو A1 V1 يساوي A2 V2 نرجع نكمل موضوع نوصل إلى موضوع جديد اللي هو معادلة برنولي معادلة برنولي يقول لقد وجد العالم برنولي في عام 1738 أن ضغط الماء يتغير بتغيير سرعته طبعا نحن هذه السنين ماء الهداعي ما نحفظها بس أهم شي إنه شنو اللي توصل إلى العالم برنولي فالعالم برنولي توصل إلى أنه أن ضغط الماء يتغير بتغيير سرعته هو ما ذاكر لكم أنه هنا طريقة عمل التجربة وشلون وصل إلى الاستنتاج هذا مالته فقط منطيكم هذه المعلومة طبعا هذه المعلومة همين جدا مهمة أن ضغط الماء يتغير بتغيير السرعة بس ذاكرنا بأنه النص الكلامي بالنسبة لهذه المعادلة طبعا هذه الصفحة راح نأخذ من عندها بس أن ضغط الماء يتغير بتغيير السرعة بالصفحة اللي بعدها راح يجي نص القانون اللي هو هذا هنا نفرق بين المعادلة نص المعادلة وقانون المعادلة بالامتحان مثلا إذا إجاكم سؤال ما هو نص معادلة برنولي إذا قلت لكم أريد النص فهذا معناه أنه أريد القانون كلاميا إذا قلت لكم أريد قانون معادلة برنولي فالقانون راح يكون الرياضي فسنجح عليهم واحد وواحد أول شي راح نجي على نص معادلة برنولي نص المعادلة يقول بأن مجموع الضغط والطاقة الحركية لوحدة الحجوم والطاقة الكاملة الوضعية لوحدة الحجوم تساوي مقدار ثابت في النقاط جميعها على طول مجرى المائع المثالي أعيد مجموع يعني هنا أنا أكيد أنه أنا عندي علامة جمع يعني زائد مجموع منه الضغط هذا الأول والطاقة الحركية ثانيا والطاقة الكاملة ثالثا إذا نخلو ببالكم ثلاث شغلات هي لها مجموع مجموع الضغط والطاقة الحركية والطاقة الكاملة لوحدة الحجوم هذا ثلاثة تساوي مقدار ثابت في النقاط جميعها على طول مجرى المائع المثالي هذا بالنسبة للنص افتهمنا المعادلة ما لترح تكون هذه المعادلة هذه المعادلة الطويلة هي الشرح بالنسبة لهذه النص بس الشرح بالتفصيل احنا اللي همنا ما رح ناخذ هذه المعادلة اللي همنا المعادلة الثانية عفوا اللي همنا المعادلة الثانية لأنه هذا هنا رح نكتب المعادلة الشرح مال هذا النص وبعد رح يقول لي بأنه رو ثابت بالنسبة لأنه جاي نستخدم نفس المائع فآخر شي رح تكون عندي القانون النهائي فهس السؤال الأهم إنه إذا معادلة برنولي قلنا بأنه رح ناخذ هذا الكلام أما إذا ردت منعدكم قانون معادلة برنولي القانون تكتبون هذا الثاني اللي هو P زائد النص رو V تربيع زائد رو GH يساوي constant خلي نفصل هذا القانون هو القانون هو P اللي هو احنا نعرفه اللي هو الضغط زائد نص رو يمثل لكثافة V سرعة الجريان بالنسبة للمائع هنا رو هي الكثافة G رح يمثل للتعجيل الأرضي وهذا التعجيل الأرضي مرات أنطي بالسؤال مرات ما أنطي المفروض أنتم حافظين إذا ذكرنا بالسؤال فنستخدم الجيل اللي موجود بالسؤال أما إذا ما نطيتكم قيمة التعجيل الأرضي فأنتم مخيرين يأما شوفوا أنتم شنو اللي يناسب حل هذا السؤال حتى يكون أسهل تستخدموها وهنا H اللي هو الارتفاع يساوي constant قيمة ثابتة أعيد التفسير بالنسبة لهذا القانون لأنه ما نفسر لكم إياها تحتاجوا بحل المسائل P يمثل للضغط زائد نصف رو يمثل الكثافة كثافة السائل أو المائع مشرط أنه يكون سائل ممكن يكون غاز ف رو يكون كثافة المائع V تمثل لسرعة المائع سرعة جريانة طبعا هنا ننتبه على أنه V هي V تربية زائد رو الكثافة كثافة المائع مضروبة في G التعجيل الأرضي إما رح يكون 10 أو 9.8 مضروبة في الارتفاع H يساوي constant اللي هو قيمة ثابتة نجي على الموضوع الأخير بمحاضرتنا لهذا اليوم اللي هو معادلة أو تطبيقات على معادلة برنولي التطبيقات هو مقياس فنتوري إحنا عدنا ثلاث تطبيقات بالنسبة لمعادلة برنولي هذا أول واحد اللي هو مقياس فنتوري شنو هذا مقياس فنتوري هو نبوب وهو أحد أبرز التطبيقات العملية لمعادلة برنولي التي يمكن بواسطته قياس سرعة مائع كثاف ترو ينساب خلال أمبوب أفقي مساهة مقطعه متغيرة ويقاس فرق اللغط بين النقطتين بواسطة المانوميتر الزبقي يجينا السؤال ما هو مقياس فنتوري أو اشرح باختصار مقياس فنتوري فأنتم شنو راح تجاوبون هو عبارة عن أنبوب وهو أحد أبرز التطبيقات العملية لمعادلة برنولي التي يمكن بواسطته قياس سرعة مائع كثاف ترو ينساب خلال أنبوب أفقي مساحة مقطعه متغيرة وهذا هنا الكلام الأهم يقاس فرق الضغط بين النقطتين بواسطة المانوميتر الزبقي هذا الشكل الذي تشوف قدامكم هذا هو مقياس فنتوري الذي يبدو من هذه الأنبوبة إلى هذا تشوف أن هذه الأنبوبة أعلى من هذه الأنبوبة لأنه هنا سنجعل به الأنبوب ثاني يمش به الماء سيكون هنا جريان الماء سواء كان سائل أو غاز وحدة من هذه الفتحات للأنبوبة ستتصل بالمقطع الأكبر بالنسبة للأنبوبة التي تحتوي على الماء وهنا لهذه الأنبوبة الثانية ستتصل بالمقطع الأصغر بالنسبة للأنبوب الذي يجري به الماء ومن خلال قياس فرق من خلال الضغط سنستخدم إما نطلع ارتفاع السائل إما نطلع الكثافة بالنسبة للماء علم أو أقدر أطلع الضغط المعادلة النهائية بالنسبة لمقياس فنتوري هو هذا P1 ناقص P2 يساوي رو GH P اللي هو الضغط الأول ناقص الضغط الثاني يساوي رو الكثافة في التعجيل في الارتفاع هذا فيما يخص مقياس فنتوري طبعا الهنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم أكو طبعا إن شاء الله بالمحاضرة السابقة نكمل مقياس فنتوري عدنا بمسألة همية رهاضية إن شاء الله على المحاضرة القادمة في حال إنه داعتكم سؤال أو أكو شيء ما مفهوم تقدرون تسألوني بينما أخذ الحضور مالتكم أكشي ما مفهوم عيني مفهوم تقيم السؤال G هو التعجيل الأرضي لو بس G H التعجيل هو G فقط ال H يمثلي ارتفاع واجب لا حاليا ماك واجب بس أتمنى أنه تقرون هذا الموضوع من راح أكمل إنه إن شاء الله بس أخلص هذا الفصل راح أطلب منعتكم أنشطة ممكن أنه نثويها بس هستخلي نكمل المادة كما الامتحان نصف السنة وبعدين إنه إن شاء الله نضيف عليها إن شاء الله جديدة أي بضلة بالدانية اللي هو راح يكون التعجيل G والارتفاع H أكسو A ثاني عيني زين شكرا لكم أولاً ولهنانا ينتهي درسنا لهذا اليوم وإن شاء الله نلتقي على خير بمحاضرات قادمة مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم